البلاستيدات الخضراء هي أحد أهم المكونات التي تتميز الخلية النباتية بوجودها عن الخلية الحيوانية وتتمثل أهميتها في كونها المسؤولة عن عملية البناء الضوئي الضرورية لتوفير الغذاء الذي يحتاجه النبات للقيام بعملياته الحيوية وهذا يعني أنها ما تجعل الخلية النباتية ذاتية التغذية والسؤال الآن هل تعلم ما هو تركيبها؟ وكيف يساعدها هذا التركيب في القيام بوظيفتها الهامة؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تركيب البلاستيدات الخضراء البلاستيدات الخضراء هي عبارة عن أجسام بروتبلازمية حية موجودة في سيتبلازم الخلية النباتية وبشكل أساسي في الأوراق لأنها مصنع الغذاء للنبات ويرجع اللون الأخضر المميز لها لوجود مادة الكلوروفيل خضراء الصبغة تتكون البلاستيدات الخضراء من الغلاف وهو عبارة عن غشائين من طبقة ثنائية الدهن أحدهما خارجي والآخر داخلي أما داخل البلاستيدة فتوجد الحشوة أو ما يطلق عليه سترومع وهي مادة بينية تحتوي على دي ان اي، نيشا، دهون، وريبوسومات هذا بالإضافة إلى انتشار مجموعة من أقراص الثيلاكويد مرتبة فوق بعضها بشكل رأسي فيما تسمى بيلجرانا يرتبط كل عمود من الجرانا بالآخر عن طريق قناة اتصال الصفائح الحشوية والآن كيف تحدث عملية البناء الضوئي؟ تتم عملية البناء الضوئي على هيئة تفاعلين مختلفين ولكنهما متصلين وهما التفاعل الضوئي والتفاعل غير الضوئي أولا التفاعل الضوئي وهو تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية ويتم هذا التفاعل على أقراص الثيلاكويد فعند سقوط الضوء على مادة الكولوروفيل الموجودة في الجرانا تكتسب إلكترونات ذرات جزيء الكولوروفيل الطاقة وتقوم بتخزين طاقة الضوء الحركية كطاقة كيميائية في الكولوروفيل وبعدها تتحرك الإلكترونات من مستويات أقل في الطاقة إلى مستويات أعلى ويتم أكسادة جزيء الماء لينتج عنه خروج غاز الأكسوجين وعندها تتحرر الطاقة المختزنة في الكولوروفيل وتعبط الإلكترونات مرة أخرى إلى مستوى الطاقة الأقل ليصبح الكولوروفيل غير منشط ويعود الامتصاص الضوء مرة أخرى كما تحد الهايدروجين المتحرر من جزيء الماء مع مساعد إنزيم NADP فتكون NADPH وهو ما يستخدم في التفاعل اللا ضوئي أما بنسبة لطاقة الكولوروفيل النشط فيختزن جزء منها في جزيء الطاقة ATP ثانيا التفاعل اللا ضوئي وهو ما يتم داخل الاسترومة حيث يقوم ثاني أكسيد الكربون باتحاده مع الهايدروجين المحمول على مركب NADPH بمساعدة الطاقة المختزنة في جزيء ATP بعدة تفاعلات متسلسلة لينتج سكر الجولوكوز وهو ما يتم نقله بعد ذلك عبر نسيج اللحاء إلى باقي أجزاء النبات للحصول على الغذاء الذي يحتاجه ترجمة نانسي قنقر